اياكم الله اينما كنتم واهلا ومرحبا بكم الى اخبار والاختصاد من قناة البلد نبدأها بابرز العنوين تعويض المتضررين من ازالة التصاديق المؤقتة بسوق ليبيا فتح اسواق جديدة لمشروع التعدين التقليدي بشمال كردفان نهر النيل لا تبدأ في خطة جديدة لزراعة العروة الشتوية اهلا ومرحبا بكم من جديد كانت هذه هي العناوين ومباشرة الى التفاصيل حافظت اسعار العملات على استقرار قياسي سجلتها في تداولات السوق الموازي منذ تراجعها مطلع الاسبوع الحالي بدافع تراجع الطلب مقابل العرض كما شمل الاستقرار تعاملات البنوك المحلية وكشفت مصادر اقتصادية عن استقرار اسعار صرف الدولار الامريكي دون تغيير حيث استهل السعر الدولار عند متوسط صرف 575 جنيها مقابل 580 جنيها وقف المهندس المعتصم الطاهر محمد علي وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ومحجوب السير وزير المالية والاقتصاد بولاة نهر النيل على سير العمل في توصيل خطوط ومحطات الضغط المنخفض الذي تنفذه الشركة احد وتوصيل خطوط الضغط المتوسط الذي تنفذه الشركة مسكات على حجم العمل الذي نفذ بإكمال مربعات واحد واثنين وثلاثة وتبقي العمل في جزء من مربع رقم اربعة كما وقفوا ميدانيا على تركيب وتوصيل الخطوط والمحطات واشهد المهندس المعتصم وزير البنى التحتية بالولاية بحجم العمل مؤكدا متابعتهم اللصيقة للمشروع حتى يرى النور وينعم به الانسان في الحي مشيرا الى ان اهداف الوزارة هي توصيل كل خدمات الكهرباء خاصة لاحياء بمناطق الولاية المختلفة اكمل امينو الزكاة بولاة شرق درفور الاستاذ ادم بخيد ادريس اسهام الزكاة في المشروعات الخدمية والانسانية التي تندرج تحت بنودها الشرعية واضف في تطرحات صحفية ان امانة الزكاة بالولاية تاهمت بدافع خمسة ملايين جنيه دعما للقافلة الطبية التي تزور الولاية هذه الايام مشيرا الى ان الدعم يأتي ضمن المنساندة في اعداد تكاليف القافلة الطبية للعلاج المجاني وقعت وزارة الصحة بولاية نهرانيين مذكرة تفاهمين مع منظمة رعاية الصحة والطفولة وركزت المذكرة على تعزيز العمل الصحي في جانب المياه وصحة البيئة وتشمل الخدمات المقدمة من توفير خزانات مياه وتدريب كوادر في الجانبين للمناطق المتأثرة بالسيول والامطار كما شملت المذكرة برامج التغذية وذلك بتشغيل عدد اربع مراكز تغذية مزروعة على اربعة مناطق او موزعة على اربعة مناطق متأثرة منها المكلاب والضصايم والسعدابي والتلواب واكد ممثل منظمة رعاية الطفولة على تكثيف العمل الاسعافي والمعالجات السريعة لتخفيف الوضع الكارثي للمتأثرين مشيرا الى انشاء شبكة المجتمعية لحماية الاطفال في منطقة الغبش غرب بربر واخرى في مناطق المكلاب تكتمل بالنهاية اكتوبر المقبل اخترحت لجنة متضرري ازالة التصاديق المؤقتة بسوق ليبيا وابو زيد في اجتماعها عددا من المواقع التي تكون بديلا لتعويض المتضررين من ازالة التصاديق المؤقتة في الفترة الاخيرة وقال الاستاذ محمد اسماعيل ميرغاني رئيس لجنة حصر المتضررين في تصريح اللسون ان هناك عددا من المواقع تم اختراحها لتكون بديلا للمتضررين مبينا بانها ما زالت في طور النقاش والمراجعة من الجهات التنفيذية بالمحلية مشيرا الى ان اللجنة قدمت مخترحاتها للمدير التنفيذي من ضمنها زريبة المواشي التي اتقع وسط سوق الشيخ ابو زيد بجانب مخترحات لمواقع بديلة في مناطق مختلفة لتعويض المتضررين بسوق الشيخ ابو زيد وتوفيقي اوضاعهم موسيقى ترأس الاستاذ احمد ادنبخيت وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التنفيذية لجنة العليا لطوارئ الانسانية الاجتماع الثاني للجنة وناقش الاجتماع تقارير اللجان الخاصة باستلام تقارير الولايات واعداد استمارة تبين حجم وحوجة كل ولاية من الولايات المتأثرة بالسيول والفيضانات لتقدير حجم الاضرار وتم خلال الاجتماع عرض تقارير ولاية الجزيرة وكسلة والنيلة الابيض وعرض تقرير عن حجم المساعدات التي وردت البلاد والتي تم توزيعها للولايات في تقرير عن موقف الترحيل وافاد ادنبخيت ان اللجنة بصد اعداد خارطة طريق لتوزيع المساعدات وفق تقارير الوزارة من الولايات بحث المدير العام للمنظمة العربية لتنمية الزراعية البروفيسور ابراهيم احمد ادم الدخيري مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصرية السيد القيصر بالقاهرة مشروعات المنظمة وانشطتها الحالية والمستقبلية بجمهورية مصر العربية وناقش الجانبان تفاصيل اللقاء الوزاري المرتقب والمقرر انعقاده على هامش مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في الفترة من السادس وحتى الحاد عشر او الثامن عشر من نوفمبر القادم هذا بالاضافة الى تحديد الاشطة الجانبية والتي من المقرر للمنظمة العربية للتنمية الزراعية القيام بها في المؤتمر موسيقى وقعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عقدا اليوم مع شركة ودى الامين الهندسية لانارة اثنى عشر قرية بمحلية اروما وشمال الدلتا بولاية كسلا واكد الشركة لن تدخر وسعا في سبيل تحقيق الرضى المجتمعي وبسط الخدمات الضرورية للمجتمعات المحلية المستضيفة للانشطة والصناعات التعدينية وقال المدير العام للشركة السودانية مبارك عبد الرحمن اردول ان الخطوة تأتي في اطار مشروعات المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتق الشركة وهي حقوق مستحقة نظرة التطبيق التي ظلت تقدمها هذه المجتمعات موسيقى كشف الاستاذ النور الشيخ الدين مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة المكلف بولاة شمال كردفان عن خطة توسعية لفتح اسواق جديدة لمشروع التعديل التقليدي للذهب واضافها في التصريح لوكالة السوداني للانباء ان هذه التوسعة تأتي في اطار اهتمامات الشركة الرامية لزيادة اسعار الذهب بمناطق التعدين بكل من محليتي سودري وجبرة الشيخ واشار الى ان عدد الاسواق العامل الان تبلغ اربعة اسواق فيما يبلغ عدد الشركات اربعة شركات منها ثلاثة بمناطق سودري واخرى بجبرة الشيخ وقال ان هناك مسحا احصائيا سيتم تنفيذه عقب فصل الخريف يهدف الى تحديد مواقع الانتاج واسواق التعدين والعاملين اكد وزير المالية وتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم اهتمام الحكومة بتعزيز عمليات الحوصبة والتحصيل الالكتروني لتحقيق المزيد من التطوير في مجال تحصيل الارادات بمن يضمن تقليل النافذ او الفقد الارادي في ظل احتماد موازنة العامل جاري عشرين اثنتين وعشرين على الموارد الذاتية وفي ظل التزام الحكومة بعدم فرض اي اعباء مالية جديدة على المواطن وتم التفاكر في الاجتماع الاول لمجلس الوزير حول متطلبات احكام عملية الحوصبة بما يضمن تقليل فرص التهرب الضريبي بجانب استخدام اعكيزة الفحص الجمركي عالية التقنية لتسهم في الحد من عمليات التهريب بحث اجتماع اصحاب العمل باتحاد عام اصحاب العمل السوداني في اجتماعه قضية قوائم حصائل الصادر المتعثرة وضرورة ايجاد الحلول والمعالجات المطلوبة واوضح رئيس الاتحاد الاستاذ هشام الصوبات في تصحيح اللسون ان اجتماع مجلس الادارة ناقش عدد من القضايا والتحديات التي تواجه مختلف قطاعات الاتحاد التجارية والزراعية والصناعية والحرف الصغيرة بالتركيز على قضية تداعيات قوائم تعثر الصادر وضرورة ايجاد المعالجات العادلة لها الى جانب منقشة ضرورة تفعيل وتنشيط سياسات وعلاقات الاتحاد الخارجية بالتركيز على تفعيل مجلس الاعمال المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة ودعم الجهود التي يقوم بها الجانب السوداني بغرفة الاعمال السودانية الليبية حاليا للنهوض بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة ليبيا شرعت الادارة العامة للزراعة بمحلية شندي بولاية نهر النيل في وضع خطة للعروة الشتوية حيث اوضح مدير الادارة العامة للزراعة بمحلية شندي المهندس الامي محمد احمد في تصريح الليسونة ان المساحة الكلية المستهدفة لزراعة الموسم الشتوي بالمحلية بلقت 141 الف فدان بمختلف المحاصيل منها 10 الف فدان لمحصول القمح الذي اكتملت مدخلاته الزراعية واشار مدير الزراعة الى نجاح الموسم الصيفي المبكر بنسبته 88% فيما واجه العروة الصيفية المتأخرة بعد التحديات المتمثلة في قلة الامطار بمناطق الاودية اضافة للسيول التي اجتاحت وحدة كابوشية واحدثت بعض الخسائر في المزروعات اغدى الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع السودان جمعيته العمومية بمقر مركز التدريب التابع لمركز الوحدة الاقتصادية العربية مؤخرا وانتخبت الجمعية في الجلسة الاجرائية دكتورة ستة البنات احمد حسن رئيسة للاتحاد فرع السودان والدكتورة دوري الصياد نائبة لها كما تم خلال جلسة الجمعية عرض النظام الاساسي او مناقشته كاملا وخاطبت الجلسة الختمية للجمعية الامين العام المساعد دكتور مريم الامام مؤكدة اهمية الاتحاد في خدمة قضايا المرأة واهمية تنشيط عمل الاتحاد ليقوم بدوره في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد اوضح محمد صلاح محمد رئيس اللجنة التيسيرية لشعبة المكاتب العقارية ان القطاع يخطو خطوات جادة للمضي قدما لتحسين اوضاع القطاع بعد ان طالته يد الاهمال لفترة طويلة مبينا ان الوسيط يعمل دورا هاما لذلك كان يجب ان تصدر او تصدر قوانين لوائح مؤكدة ان هذا القطاع له مساهمات في معاربة الظواهر السالبة في المجتمع منها العمل على رفع اخلاقيات المهنة والعمل على حفظ وحدة العضوية والعمل على طرح القضايا المهمة ومعالجتها جاء ذلك خلال الملتقى الاول للاحتفاء بالذكرى الاولى لملتقى الوسطاء والعقاريين والاعلام بتتشين اللجنة التسيرية لشعبة المكاتب العقارية القومية تحت شعار الوساط العقارية نحو واقع افضل اكد الاستاذ صلاح الدين موسى محمد المدير العام لشركة الشيكان لتأمين على ضرورة تطوير آلية تأمين البطاقة الصفراء لدول الكوميسا مؤمنا على اهمية مشاركة السودان الذي قاب أو غاب عن سوقه في قمة السادسة والخمسين والتي انعقدت بزنبابوي وقال مدير الشركة الشيكان ان مشاركة السودان حققت جملة من المكتسبات اهمها اقرار مبدأ تدريب كل العناصر العاملة في مشروع بطاقة الصفراء ورفع قدراتهم وتمليكهم الادوات والمهارات اللازمة لاستخدام البرمجيات الخاصة بمشروع بجانب قرار باعفاء مديونية السودان لدى الكوميسا موسيقى والخبر الاخير في هذه النشرة حيث وجه الاستاذ اسماعيل عوضل العاقب ولولاية الجزيرة المكلف لدى ترأسه اجتماع ميدس حكومة الولاية بحضور الاستاذ رحبة عبدالله سعيد مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الاتحادية بتفعيل قوانين المواصفات ومراقبة وضبط الاسواق لحماية المستهلك واعلن عن الترتيبات الجارية مع الهيئة لعقد وشة عمل ودورات تدريبية لتعزيز مفهوم المواصفات والمقاييس من جانبها اشادت تمدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الى النشاط التجاري والصناعي الكبير في الجزيرة الذي يتطلب جهودا من المواصفات واعلنت التزام الهيئة بتنفيذ حملات توعوية في جميع انحاء الولاية لحماية المستهلك وضبط الاسواق بهذا نكون قد وصلنا وياكم الى ختام اخبار الاقتصاد